اشتركوا في القناة هي جوك هيا لنبدأ إذن اللاحقة التي سوف نراها اليوم هي لاحقة تصغير الأسماء وعادة عندما نقوم بتصغير كلمة أو اسم فهذا يدل على الدلل والتغنيج فهمتما؟ دلال هكذا فاللاحقة هي جوك طبعا أربع أشكال لديها حسب الأحرف الصوتية فلدينا جوك جيك جوك وجوك حسنا كذلك لدينا جوك وجيك حرف ز في نهاية الكلمة يتغير حسب الضمير الشخصي أنا سوف نضيفه مي هو ني وهكذا مثلا ولكن أكثرهم نستخدم مي لأنه تابع لنا الملكيتنا مثلا النجم أمي العزيزة النجم واحدتم استخدمنا جيز جاز جاز و جيز استخدمناهم ولكن غيرنا حفزة بمي النجم حسنا بهذه الطريقة إذن كما قلت لكم إذا أردنا تصغير الأسماء نضيفه إحدى اللواحق التي سبق وذكرتها وهي سأضعها هنا مثلا نضيفها إلى الإسم لكي نصغير كلمة كتصغير لها يعني كتعبير عن الدلال مثلا عندما نقول بابا جم بابا جم أبي العزيز النجم أمي العزيزة النجم هو بالرغم من أنه لدينا حرف يوم شاك الذي يمد الكلمة أو الحرف الذي بعدها لكننا نقولها بخفة في هذه اللاحقة لنقول مثلا آني جيم جيم آني جيم بكل بساطة حسنا إذن بابا جم آني جيم نأخذ مثال آخر في اللاحقة جك مثلا قطة كدي كدي قطة إذا أردنا أن نقول قطة صغيرة هريرة أو قطقوطة صغيرة هريرة كدي جيك كدي جيك هريرة كدي جيك إذن كدي قطة كدي جيك هريرة كتك كتك صغير كتك نريد أن نقول أصغر بكثير صغير كتك 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 صغير إذن كتك صغير كتك صغير نأخذ مثال آخر مثلا أص أص قليل أص أقل إذا أردنا أن نقول قليلا جدا أصجك أصجك قليل جدا أصجك مثلا منك منك صغير أو لطيف منك يصبح منجيك صغير منجيك صغير إذن منك صغير أو لطيف منجيك صغير يعني الشعل أو شي كتك صغير هكذا منجيك مثلا درجك ضيق نوع علم ومثلا بيريجيك بيريجيك وحيد أو فريد بيريجيك وحيد أو فريد بيريجيك الآن سوف نأخذ بعض الأمثلة في عبارة لكي نرى أحطيتكم الآن فقط كلمات بها هذه اللاحقة الآن سوف نراها عند مسجها في جملة ثم سوف أضع لكم أظن الفقرة الثانية بها إشارات نستعملها في اللغة التركية الفاصلة والقوسين وكذا بلغة تركية نذهب للأمثلة مثلا أول مثال سوف نبدأ به وهو بسم مرات يعني حرف ت ينتمي إلى فصك تتحول ج إلى ت مرات شم تبركي دارم مبروك يا عزيزي مرات لأنه عزيز عليك يعني دلال تدلله مبروك يا عزيزي مرات مرات شم تبركي دارم حسنا نأخذها بمعنى تصغير مثلا هذه يمكنك أن تقولها مثلا لشخص كبير يعني تقدره فتقول له أهلا وسهلا عزيزي إيرال أو يمكنك أن تقولها مثلا لطفل صغير فتقول له أهلا وسهلا إيرال صغير هكذا فهمتوا يعني حسب الشخص الذي أمامكم فاللاحقة تكون تعبر عن الوضع إذن إيرال جم هش قالدن أهلا وسهلا إيرال الصغير أو أهلا وسهلا عزيزي إيرال حسب الوضعية إيرال جم هش قالدن علي جيم شو عنده ديرت آيلك علي الصغير أصبح عمره الآن أربع أشهر لاحظتم الاختلاف في اللاحقة حسب قاعدة التوافق الصوتي فلاحظنا إيرال جم إيرال جم وهنا آلي جيم حسنا حسب الحروف الصوتية نتبق القاعدة أوكي هذا الذي عليكم أن تأخذوه من هذا الفيديو أن اللاحقة تتماشى مع الأحرف الصوتية والتوافق الصوتي وهي تعبر عن الدلال والتغنيج يعني تصغير الكلمات وتصغير الأسماء حسنا نأخذ مثال آخر بني ميتي برنجم أب بني ميتي برنجم أب قبل مرنة صغيرة من أجلي مثلا بيبي صغيرة فتقول الله عندما تذهب من المنزل تقبلها من أجلي بني ميتي برنجم أب هكذا الآن سوف ننتقل الكلمات التي أريد أن أقدمها لكم فهي إشارات نستخدمها في اللغة حسنا مثلا أول سوف نبدأ به وهي نقطة نقطة بنفس الطريقة بنفس اللغة العربية التركية مقطة نقطة بالعربية مقطة بالتركية مقطة فاصلة ورغل ورغل فاصلة ورغل فاصلة نقطة لفرغل هذه الفاصلة التي على رأسيتكم نقطة فاصلة منقوطة مقطة لفرغل فاصلة منقوطة نقطة لفرغل نقطة نقطة نقطتين عندما نريد أن نقدم شيء أو أن نقول شيء ملاحظة نقطتين 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 وهناك نقطة لفرغل نقطة لفرغل وهي إن لم إشارة إن لم إشارة إشارة التعجب إذن إشارة الاستفهام صر إشارة إشارة التعجب إن لم إشارة بعده لدينا أيرتش وأخيرا ترنك إشارة ترنك إشارة فواصل الاقتباس ترنك إشارة فواصل الاقتباس ترنك إشارة هكذا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم أمل أن يكون قد نال إعجابكم مستفدتم وأراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله دمتم بخير إلى اللقاء